في البداية كلمنا عن المزايا من وراء استضافة مصر ورئاستها لتجمع الكمس مصر يمكن بزرت جهود مهمة جدا خلال الخمس أو الست سنين اللي فاتوا وشفنا يمكن حتى ما قبل تداعيات جائحة كورونا كانت مصر استضافت عديد من المحافظ الاقتصادية على أرض مصر وكان الهم الرئيسي إزاي إن إحنا نزل الكثير من العقبات والتحديات اللي بتواجه فكرة التكامل الاقتصادي الأفريقي وده كان واضح جدا سواء على مستوى المحافظ الخاصة بالاستثمار في إفريقيا إزاي إنه يبقى فيه ملفات مطبطة بالتحول الرقمي الشمول المالي تبكين المرأة اقتصاديا إزاي إنه يكون فيه تعاون ما بين المؤسسات الدولية والدول الإفريقية الرغبة في عمليات الإصلاح الاقتصادي إزاي إنه ملف مهم جدا زي ملف التنمية وده واحد من ملفات الدول الإفريقية عندها رغبة شديدة لتحقيقه ولكن بتصطدب بملف التمويل وإزاي يبقى التعاون ده والتعاون مصمت مصر يمكن بريادتها في السنوات الماضية على وجه التحديد واستعادت هذه الريادة لأن إحنا كان فيه فترة للأسف الشديد كان فيه فجوة ما بيننا وما بين بعض الدول الإفريقية لكن الحمد لله يمكن في الخمس أو الست سنين الأخيرة رجعنا بقوة للقارة الإفريقية وبتدينا أن إحنا نستعيد العلاقات الطيبة وبتدينا كمان كان هناك عديد من الملفات اللي كانت معلقة وبالأخص المطبطة بالبنية التحتية ابتدت أن هي تعود مرة أخرى أبرزها طبعا مشروعات خاصة زي القاهرة كيب تاون على سبيل مثال واحد من أهم المشروعات اللي هتقدر أن هي تعمل نقلة كبيرة جدا في حركة التجارة البينية داخل القارة الإفريقية بجانب كمان فكرة الإصلاح الإقتصادي التكامل الإقتصادي إفريقي مواجهة جائحة كورونا كمان مستجدات ابتدت نشوفها على الإقتصاد العالمي أبرزها فكرة الركود التضخمي اللي ابتدت أن هي تصيب الإقتصاد العالمي وابتدت كمان نشوف تبعيات لها مرتبطة بارتفاع أسعار الغزاء على مستوى العالم ارتفاعات في معدلات رفاق كل التحديات دي تبت من هنا تبقى فيها همية كبيرة جدا للتعاون للتكاتف الإفريقي إزاي أن مصر بتأكد على تحقيق منطرة التجارة الحرة الإفريقية إزاي أن مصر بتستفيد من هذا التجمع للترويج للإصلاحات الإقتصادية اللي هي عقامت بها تهيئة مناخ الاستثمار لديها وإحنا يمكن أخذنا خطوات كبيرة جدا خلال الفترة الماضية لتهيئة مناخ الاستثمار سواء على مستوى البنية التحتية أو على مستوى تأمين مصادر الطاقة على مستوى استقرار السياسات الإقتصادية بما تشمعه من سياسات مالية وسياسات نقدية سياسات استثمار سياسات في التجارة الخارجية وبالتالي من مصلحة مصر إزاي إن هي تنقل عديد من الخبرات للدول الإفريقية ويبقى فيه نوع من أنواع التكاتل القوي اللي يقدر أنه يواجه كافة التحديات على مستوى الإقتصاد العالمي والتحديات دي تشايفين إن هي للأسف مازالت مستوى طيب اختيار الموقع يعني مقر إقامة هذه القمة اللي هو العاصمة الإدارية الجديدة أثر دقي أثر مهم جدا لأن مصر يمكن برغم من التحديات الخاصة بكورونا لكن ده يتموقفتش وطيرة العمل والإصلاح اللي الدولة مخططة لها وفضلت مستمرة فكرة إن إحنا نقدم العاصمة الإدارية في المحافل سواء على مستوى محافل فقرية أو محافل الدولية ده أمر مهم جدا لأن ده نتيجة عمل سنوات إزاي إن إحنا بنروج الفرص الاستثمائية الوعيدة الموجودة مش على مستوى بس عاصمة الإدارية الجديدة لكن على مستوى الدولة المصرية إزاي إن إحنا كمان بنحاول ننقل التجارب والخبرات دي للدول الأفريقية إن هما يكون عندهم عاصمة زكية تقدر إن هي تمتلك كافة المواد والإمكانيات اللي تقدر إن هي تخلي المناخ الخاص بالجهاز الإداري للدول الأفريقية يكون في وضع أفضل وده يمكن الفكر اللي بتعتمد عليه العاصمة الإدارية الجديدة إنه مش فكرة بس إن إحنا بننقل من مكان لآخر ولكن إحنا بنتحدث عن اسلوب مختلف جدا وطريقة لتقديم الخدمات الحكومية تكون موجبة اقتصادات الدول القبرى وده أمر الدولة بتأكد عليه إزاي إن إحنا يكون عندنا فكرة التحول الرقمي فعلا مطبقة إزاي إن أنا أقدم خدمات حكومية بشكل أفضل سواء للأفراد أو للمستثمين الدول الأفريقية عندها مشكلة أو بعض الدول الأفريقية عندها مشكلة كبيرة جدا في هذا الأمر فكرة التقديم للخدمات الحكومية للمستثمين والأفراد بشكل أفضل بشكل أسهل مكافحة للفساد لأنه كمان من أهم النقاط اللي بيعتمد عليها التحول الرقمي ووجود عاصمة إدارية إزاي إن الخدمات الحكومية دي طول ما هي بشكل إلكتروني كل ما بيكون أبسط ويكون فيه محابة بلوقاتية وروتين وفساد ومشاكل يمكن بتعتبر من أهم المعوقات اللي بتواجه الاستثمار في القرى الأفريقية وبالتالي نقل التجربة دا يتعتقد أن هي مهمة جدا بالجانب طبعا عمليات الترويج المستمرة للدولة بتقوم بيها للفرص الاستثمارية الوعيدة على أرضها اشتركوا في القناة